اتحدث في هذا اللقاء عن موضوع التواجد الامريكي في البحرين وليس التواجد البريطاني وتاريخ هذا التواجد الامريكي في البحرين واهداف هذا التواجد والموقف من التواجد الامريكي في البحرين كل دولة وكل سلطة تسعى لإيجاد الاستقلال للبلد وللوطن وتسعى لإيجاد العزة والكرامة لشعبها إلا أن سلطات الظالمة والسلطات الدكتاتورية لا تستطيع أن تعتمد ولا تستطيع أن تلثق في شعوبها لذلك تعتمد على قوات أجنبية خارجية تستند في وجودها وفي شرعيتها على هذه القوات وعلى هذا الوجود العسكري الأجنبي البحرين سلطة الخليفة منذ أن وجدت كانت دائما تستند في وجودها على الوجود العسكري الأجنبي حينما دخلت البحرين استندت على الوجود الإنجليزي البريطاني في البحرين من أجل تقوية وجودها وتوفير الحماية لها من أبناء الشعب البحريني الوجود الأمريكي كان أول وجود وبدأ الوجود الأمريكي في عام 1948 كان وجودا بسيطا يتواجد في نقطة صغيرة بوحدة صغيرة في منطقة الجفير بهذا التواجد كان في مرفأ صغير في منطقة الجفير بهذا التواجد في عام 1948 بدأ الوجود الأمريكي في البحرين ولكن بعد خروج المحتل الإنجليزي عام 1971 من البحرين وقد نقلوا قواتهم العسكرية من البحرين عندما حصل الإنجلاء الإنجليزي من المنطقة جاء الأمريكان وأخذوا نفس المنطقة والموقع الذي كان يتواجد فيه البريطانيين وحولوه إلى قاعدة أو محل سموه بوحدة الدعم الإداري في البحرين وهذه المنطقة تقدر بأربعين ألف متر مربع كان هذا أول توسعة تحصل للوجود الأمريكي بعد سنوات طوال في البحرين عندما أخذوا المنطقة العسكرية للتواجد البريطاني الذي كان يتواجد في منطقة الجفير وفي عام 1992 أي بعد تحرير الكويت من العدوان الصدامي بدأ الأمريكان بتوسيع عملهم في البحرين وجلبوا قوات إضافية إلى البحرين ووسعوا القاعدة العسكرية الموجودة في البحرين في عام 1997 تم توسعة المرافق العسكرية في منطقة الجفير مما أدى إلى تحويل مسمى الوجود الأمريكي إلى القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين يعني عندما حول وتم تبديل الإسم في عام 1997 وهذا دليل على أنه حصل إزدياد وتوسعة في وجود القوات العسكرية البحرية في البحرين في عام 2003 بدأت مرافق القاعدة العسكرية الأمريكية في البحرين بالتوسع بعد العدوان على العراق إذا نلاحظ في كل مرة يحصل فيها أزمة في المنطقة نجد هناك الأمريكان يستغلون هذه الأزمة ويبدأون بعملية توسيع القاعدة العسكرية البحرية في البحرين أيضا في عام 2006 2006 يعني بعد حرب تموز 2003 يعني بعد العدوان على العراق 92 يعني بعد حرب الكويت افتتحت قاعة للطعام كبيرة جدا باسم سوق الحرية سنتوقف مع كلمة سوق الحرية ومنطقة الحرية في نهاية الحديث في عام 2010 شرع مشروع توسعة القاعدة العسكرية البحرية الأمريكية بكلفة 580 مليون دولار بحيث يتم توسيع القاعدة بضعف حجمها لان موجود هناك مساحة بنفس المساحة سيتم توسعتها بدأت العملية في عام 2010 وتم توسعتها بكلفة تقدر ب580 مليون دولار في عام 2015 أو عام 2013 أعلن رئيس العمليات البحرية الأمريكية في البحرين أنه يجري حاليا الإعداد لبناء مزيد من البنية التحتية القادرة على دعم الوحدات الإضافية على القاعدة البحرية وقال أنه سيبلغ البحارة طاقم البحارة أن القاعدة البحرية سيظل دورها محوريا للغاية في المنطقة وتوقع أن تصل المجموعة الأولى من السفن القتالية الساحلية إلى البحرين عام 2018 يعني في هذا العام هناك حركة كبيرة جدا من أجل توسعة الوجود العسكري في البحرين وكان من المقرر أنه في عام 2018 أي في هذا العام أن تأتي مقاتلات ويتم تعويضها بدل ما صحات الألغام التي يمكن أن تكون في منطقة الخليج بسفن حربية قتالية مما ينذر عن نية حصول حرب في المنطقة أو توقع حصول حرب في المنطقة في هذا العام الملاحظ من التوسعة التي طرأت على القاعدة العسكرية والوجود الأمريكي في البحرين أنه قرابة كل خمس سنوات يحصل توسعة الخطة التي ترسم هي خطة خماسية والملاحظة الأخرى أن السلطات الأمريكية تستغل وجود الحروب في المنطقة من أجل أخذ مساحة وعمل وتمويل أكبر من أجل توسيع وجودها وحضورها في البحرين وفي المنطقة بطبيعة الحال فالوجود العسكري يتوسع مع كل عدوان على دولة أو شعب في المنطقة فمثلا عندما حصل قضية تحرير الكويت كان هناك توسعة عندما حصل العدوان على في حرب تموز في لبنان حصلت هناك توسعة عندما حصل العدوان على العراق حصلت هناك توسعة بل كانت البحرين أحد المحطات التي تنطلق منها الطائرات الحربية التي تقص في العراق واليوم في عام 2013 عندما حصل العدوان أيضا على عام 2015 عندما حصل العدوان على الشعب اليمني أيضا هناك خطة جديدة رسمت من أجل توسيع الوجود العسكري في البحرين الآن هناك تخطيط لأنه في عام 2018 يكون هناك توسعة ويكون هناك حضور أكبر ويتم استبدال الماسحات الألغام بمقاتلات حربية وسفن قتالية في منطقة الخليج أيضا إذا بحثنا عن الأدوار التي قام بها هذه القوات التي تواجلت في منطقة الخليج نجد إما عدوان على دول أو عدوان على شعوب في البحرين كم قاعدة عسكرية موجودة موجود عندنا أول قاعدة هي القاعدة العسكرية الأمريكية البحرية وذكرنا أنه بدأت في عام 1948 وموجود لدينا أيضا دخول درع الجزيرة الذي دخلوا في عام 2011 بعد انطلاق الثورة عندما كان هناك توقع من السلطات الخليفية بأن الأمريكان سيتدخلون بشكل مباشر لقمع الثورة في البحرين عندما تأخر التدخل المباشر كانت السفارة الأمريكية والأسطول الأمريكي الخامس في البحرين كان يسعى من خلال التواصل مع أطراف المعارضة لثنيهم عن خيار إسقاط النظام والوصول معهم إلى حوارات من أجل إنزال سقف المطالب من سقف إسقاط النظام إلى سقف مملكة دستورية في هذه الأثناء دخل درع الجزيرة إلى البحرين وحصل تواجد عسكري آخر وهو التواجد الجيش السعودي والجيش الإماراتي والذي لا زال مستمرا إلى يومنا هذا في عام 2014 كما ذكر الأستاذ عندما ذهب الطاغية حمد إلى بريطانيا خاطب البريطانيين قال من الذي طلب منكم الرحيل من البحرين وعلى إثره بدأت عملية تأسيس القاعدة العسكرية البحرية البريطانية في البحرين والتي افتتحت قبل عامين الفيلم الذي عرض قبل قليل كان يعرض مشاهد افتتاح القاعدة العسكرية البريطانية في البحرين أيضا عندما احتدم الخلاف بين دول الخليج بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر تم تهديد قطر بأنه سوف نقيم قاعدة عسكرية مشتركة بين البحرين ودول الخليج ومصر في المنطقة القريبة من قطر يعني بجنب جزر حوار والمنطقة القريبة من قطر إذن الآن موجود عندنا أربع قواعد عسكرية في البحرين وكلها قواعد أجنبية وكل هذه القواعد الأجنبية وجودها في البحرين وجود غير شرعي لأن حسب الدستور في البحرين والذي كتبه الطاغي حمد بصفة منفردة لم يأخذ فيها رأي الشعب البحريني بحسب الدستور الذي هو وضعه بأنه أي تواجد أجنبي وتواجد عسكري أجنبي ينبغي أن يعرض على مجلس النواب لكي يقر من قبل مجلس النواب لكي يكون هذا الوجود وجود شرعي في البحرين ولكن هذا الأمر لم يحصل وأن هذه القرارات هي قرارات يتم اتخاذها في القصور وتتخذ بشكل مستقل من قبل السلطة السياسية في البحرين أيضا في حديث لقائل الأسطول الأمريكي الخامس كان في حفل لمدرسة أمريكية موجودة في البحرين كان لقائل الأسطول الأمريكي الخامس كلمة وكان للسفير الأمريكي في البحرين كلمة فقال القائد الأسطول الأمريكي الخامس نحن هنا منذ أكثر من 63 عاما ونتطلع إلى تواجد أطول وأشار إلى مسألة التوسعة التي حصلت في القاعدة العسكرية الأمريكية وأن كلفتها 580 مليون دولار وقال في حديثه بأن وجودنا في هذه المنطقة سيظل إلى عقود طويلة أن هذا المكان تواجدنا في المنطقة سيمتد إلى عقود طويلة وأيضا في حديثه أشار بأن الجنود الأمريكان يرتاحون ويرغبون في المجيء إلى البحرين باعتبار أن البحرين توفر سبل الراحة للجنود الأمريكان مع عوائلهم بشكل كبير مما لا يوجد في أي بلدان أخرى وقال أن البحرين تعد أهم حليف استراتيجي في المنطقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان يسمي قال نحن نسمي البحرين ومنطقة الجفير بأنها منطقة الحرية كلنا نعرف منطقة الجفير منطقة الجفير هي المنطقة التي يتواجد فيها الجنود الأمريكان وتتواجد فيها القاعدة الأمريكية في البحرين منذ اندلاع الثورة في البحرين إلى يومنا هذا نحن نلاحظ تردد قيادات عسكرية وأمنية كبيرة جدا من الأمريكان إلى البحرين ويعطاء ضمانات إلى البحرين بأن لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بحماية الخليفيين في البحرين ولن تسمح بأن يكون هناك اعتداء كما يزعمون من قبل الجمهورية الإسلامية أو إسقاط للنظام في البحرين وأنهم يتعهدون بتوفير الحماية للسلطة الخليفية في البحرين اليوم قبل مجيئنا سمعت نبأ وأنه تم ضم سماعة الشيخ معنا على قائمة الإرهاب الأمريكية قبل وصولنا عصرا سمعت أنه تم الإعلان عن ضم سماعة الشيخ على قائمة الإرهاب الأمريكية واضح أنه هناك اندفاع أمريكي للتصدي إلى الحراك الشعبي وإلى الحراك الثوري في البحرين بإمكان شعب البحرين أن يحول منطقة الحرية الذي يسمونها منطقة الحرية إلى المنطقة المريحة التي الآن هم أفضل منطقة يرغبون المجيء إليها هي البحرين بإمكان شعب البحرين أن يحول هذه المنطقة إلى منطقة جحيم للأمريكان على الأمريكان أن يراجعوا حساباتهم تجاه أبناء الشعب البحرين وعليهم أن لا يستعد الشعب البحرين الشعب البحرين لحد هذا اليوم لم يتخذ إجراءات ضد الوجود الأمريكي في البحرين ولكن في حال استمر الوجود الأمريكي والقاعدة الأمريكية والأسطول الأمريكي في البحرين في تعديه على أبناء الشعب البحرين وفي مساندته للنظام الخليفي فإن هذا الأمر قد يدفع وشعب البحرين قادر على تحويل منطقة الحرية ومنطقة الراحة إلى منطقة جحيم للأمريكان لذلك الموقف من الوجود الأمريكي وللقواعد العسكرية الأجنبية في البحرين هو الرفض نحن نرفض هذا الوجود الأمريكي ونرفض هذه القواعد الأمريكية والعسكرية البريطانية وقوات درع الجزيرة والقوات المصرية أيضا في حال مجيئها نحن نعتبر هذا الوجود هو وجود غير شرعي ومرفوض شعبيا ولن نقبل باستمراره في البحرين وخصوصا مع هذا الدعم الكامل للوجود الخليفي والسلطة الخليفية في البحرين من أجل قمع إرادة أبناء الشعب البحريني اليوم شعب البحرين يقاسي ما يقاسيه بسبب الدعم اللوجستي والدعم الأمني والدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة والبريطانيين للسلطات الخليفية في البحرين أعتقد أن صبر الشعب البحريني لن يطول وأن هذه الانتهاكات ستفقد شعب البحرين صبرها تجاه هذه الوجود الأمريكي والوجود العسكر الأجنبي وقال دعمي السلطات الخليفية أن يعيدوا حساباتهم لأن لا يمكن أن تلغي شعبا ولكن السلطات والحكومات ممكن أن تتبدل هذا العداء للشعب البحراني سوف يكلف هؤلاء ثمنا باهضا وثمنا كبيرا لذلك نحن نجدد رفضنا للوجود الأمريكي في البحرين وللوجود العسكري البريطاني ولوجود درع الجزيرة ونؤكد أحقية شعب البحرين على أن يحقق مصيره في اختياره لنوع السلطة التي تحكمه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته